أهلا بكم إقرار الموازنة الثلاثية لم يكن نهاية المطافة إذ من المتوقع أن تقدم طعون إلى المحكمة الاتحادية من بعض القوى السياسية خصوصا أن حكومة محمد شيع السوداني لوحت بذلك بعدما عدل البرلمان بعض فكراتها ووفقا لذلك ننتظر سجالا من نوع آخر في قسمين الأول يتعلق بالمصادقة على القانون من قبل رئيس الجمهورية والقسم الآخر بطبيعة طعون التي من المتوقع تقديمها والأحكام المتوقع صدورها من قبل المحكمة الاتحادية العليا وحول الجدل بشأن مصادقة رئيس الجمهورية من عدمها في غضون 15 يوما يقول خبراء القانون أن رئيس الجمهورية بحكم الدستور لا يمتلك نقض القوانين أو تعديلها لكن ما يلفت النظر هو عندما كانت رئاسة الجمهورية تتكون من ثلاثة أعضاء وكانوا يمتلكون حق النقضة ما في الوقت الحاضر لا يتيح الدستور مثل هذا الحق وأن لرئيس الجمهورية حق الطعن وفقا للمادة 22 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية وطبقا لهذه الرؤية القانونية فأن معظم الجدل الحالي بشأن مصادقة على الموازنة ودخولها حيز التنفيذ في غضون 15 يوما لم تعد له أهمية ودخول القوى السياسية مرحلة جديدة من انعدام الثقة بينهما باعتبار ما حدث قبل إقرار الموازنة كمين مقصود